كلامكم على مطشط الدور المتاز إيه رأيكم في الدور المتاز بالنسبة للأسبوع الخمسة وعشرين أبتد بيك يا كرام والله يعني الدوري بدأ يعني زي ما يقوله بدأ يسخن يعني كل ثلاثة أربعة يوم مبارا الدوري صراع المنافسة صراع قوي جدا ما بين زي مالك بيرامدز أهلي وداخل معهم فيوتشار واسموها بيقدموا مستويات كويسة الصراع تحت بقى يعني صعب جدا أعتقد الدوري شكله السنادي يعني مش هينتهي إلا في السابع الأخير الدوري شكله كده هينتهي في الآخر الزمالك محافظ على الصدارة بشكل ومتمسك بها بشكل قوي جدا وماشي بشكل كويس الزمالك بيلعب زي ما يقوله مشات كوس يعني كله مباراة بمباراةها يعني ممكن ما بقى شفحاته فنك كبيرة لكن بيكسة الزمالك فنيا مش الشكل الفني العالي جدا لكن بياخدوا المضمون وهو تلاتة بونط من مباراة زي ما شفنا مباراة المحلة الآهلي ممكن يكون أفضل فنان شوية لكن الآهلي بيمروا فترة صعبة جدا عنده أصابات كتير جدا وتغيير المدربين بردك ما أثر مع الآهلي تفرق كتير جدا عدم استقرار غير طبيعي في الآهلي مما قدر للنادي الآهلي في المركز الثالث برامز الداخل بقوة جدا فصراع المقدمة صراحة يعني الدوري شكله شكله ممتع مع صراع البقاء لا الدوري شكله حلو اشتركوا في القناة